جدد قائد محور البرح اللواء حسن لبوزة العهد لله والوطن باستمرار الثورة ومواصلة النضال الوطني تحت قيارة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الثاني من ديسمبر ضد المشروع التوسعي الإيراني اللواء لبوزة قال إن ثورة الثاني من ديسمبر رسمت طريقا واضحا للحرية واستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء وتحقيق السلام العادل والشامل ودفن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي للسلالة كما قال أن الذكرى السادسة للسشهاد الزعيم في ثورة الثاني من ديسمبر تأتي ونحن نخوض غمار الثورة للعام السادس على التوالج وأكد لواء لبوزة القادم بتاريخ أسرته النضالي من جبال ردفان أن ثورة الثاني من ديسمبر لن تخبو شعلتها إلا وقد تحقق للشعب ما يناضل في سبيله وعلى طريق الحرية التي خطها الزعيم علي عبدالله صالح بدمه الطاهر ومعه رفيق دربه الأمين عارف الزوكاء